هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أعياد تحرير زيناء والعمال والقيام المجيد كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ الشعب المصري بمناسبة هذه الأعياد الوطنية والدينية دعينا للمولى عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة ويديم علينا نعمة للأمن والأمان والسلم والاستقرار وأن يوافق قائدها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لقد احتفل شعبنا الأبي بالأمس القريب بعيد الكرامة والعزة وهو الذكرى الثانية والاربعين لتحرير زيناء الحبيبة تلك الذكرى المجيدة التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية فتحية تقدير واحترام لجميع شهدائنا المخلصين الذين حققوا هذا الانتصار العظيم كما تفسرنا أيام قليلة عن احتفالنا بعياد وطنية ودينية أيضا حيث نحتفل في الأول من ما يبعيد العمال فتحية تقدير لعمال مصر الأوفياء الذين يواصلون عملهم ليلا ونهارا إيمانا منهم بقيمة العمل ودوره في استكمال المسيرة الوطنية التي تشهدها مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كما يحتفل إخواننا في الوطن أقباط مصر بعيد القيام المجيد تلك المناسبة الدينية التي نتقدم فيها بكل التهنئة إليهم فكل عام وجميع المصريين سعداء بوحدتهم الوطنية وتماسكهم المجتمعي وإنني باسمي واسمكم جميعا أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم وإلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة هذه العياد الوطنية والدينية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر آملة مطمئنة